السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنحكي حكايتنا عن ايه هنتكلم مع بعض شوية هندردش مع بعض شوية بموضوع بيشغل الناس كتير يعني بس هو يعني لازم نفهمه علشان ما نعملهوش طب ايه هو الموضوع ده الموضوع ده هو القهوة القهوة دي القهوة جميلة وحلوة ومنشربها واحنا من عشاء القهوة يعني قرائة الفنجان ايه هي قرائة الفنجان هنتكلم فيها ايه ليه بقى لان في ناس كتير بتعملها وبتعملها مثلا على سبيل الهزور ايه الدحك ايه لا انا ما بصدقش بس انا يعني ايه عايز ايه حب استطلاع بس مش اكتر ايه يعني سلي نفسنا مش عارف ايه بتيجي عن طريق الكلمتين اللي انا قلتهم دول ايه حب استطلاع بس مش اكتر بس انا ما بأمونش بالحاجات دي او ما بأركز في الحاجات دي بس يعني ايه هو الواحد ده مجرد بس فضول طب هنتكلم عن الموضوع دوت ونشرحه مع بعض ونفهمه علشان ما نعملهوش هنفهمه ازاي ما هو الموضوع ما يبقى غامض كده بالنسبة لنا بنحس انه هو بجد فعلا لكن لما تفهموه وتقروا فيه فعلا هنتحسوا انه هو كلام فاضي ولا ليه اي لازمة طب ايه الحكاية يعني حكاية القهوة دي القهوة جميلة جدا ومفيدة وفنجان في اليوم او على حسب يعني فنجان او بتشربوها باللبن او كلام من ده مفيدة جدا ومغزية جدا للقلب يعني وبتمنع الاورام وحاجات من دي طبيان يعني انا سمعت انها مفيدة جدا بس فنجان في اليوم ما انقطرش دي من ناحية الفايدة من ناحية حاجتان انها بتعدل المزاج او فعلا هي بتحسن الموت جدا وبتعدل المزاج جدا طيب بعد ما بنخلص فنجان القهوة نبقى قاعدين كده قاعدة صحوب مع بعض حلوة فيها واحدة كده تقوم ايلا ايه انا بعرف اقرأ الفنجان ايه رأيكو اقرألكو الفنجان طبعا ايه بجد طب والله طب يلا قرنه طيب ماشي تقوم واحدة ايلا ايه بس على فكرة حروم نقوم احنا راجعين ايه لله ايه لا لا بس يعني احنا مش هنصدق هو بس فضول مش اكتر طب احنا بنجرب طب مش عارف ايه ونتكلم بالطريقة دي على فكرة جماعة هو حرام حتى لو بهزار حتى لو بفضول حتى لو بأي طريقة ما هو حرام ويعني ده فيه حديث وفيه حاجات كتير بتحرم الكلام ده كله وبعدين هم لو قلوا حاجات صحة حتى بتبقى يعني بالصدفة ولو هم صدقوا يعني هو بيقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا فيعني هم ولو صدقوا برضو كذبين جات معهم بالصدفة بيلك كده فطب ايه حكاية هي يعني ايه حكاية بيقروها ازاي طبعا انت مثلا لو انا قلتلك ايه انا بعرف اقرى الفنجال فاول حاجة بتيجي في دماغي انه انت لما تمسيكي الفنجال كده بتاعي وتيجي تقريه بيظهر لك ايه جوه شريت فيديو عن حياتي وبتشوفيني وبتشوفي ايه اللي هيحصل وبيتفتح لك كده باب بتشوفي ايه اللي هيحصل ده اللي بيجي في دماغي بقى انت هتقريه لي الفنجال هتقريه لي حاجات اللي هتحصل بالطريقة دي لكن احنا لما نعرف هما بيقروه ازاي مش هنصدقهم طب بيقروه ازاي اولا عادة قرية الفنجال دي عادة جاية من الاطراق يعني من تركيا يعني احنا ملناش علاقة بيها بس احنا خدناها يعني احنا بنحب النجام القوي فاخدناها عندنا هنا لكن ايه اصلا عادة تركيا واللي كانوا بيعملوها كانوا الناس اللي هما بيبقوا مثلا رايحين المعبد مش مسلمين رايحين المعبد يقوموا ايه شاربين فنجان القهوة ودخلين عاملين التقص الدينية بتاعتهم وطلعين ايه يسايبين الفنجان للبابا بتاعهم او رجل المعبد ده يقرى لهم الفنجان ويقول لهم ايه هايحصل لكم في المستقبل فدي كانت عادة تركية اصلا واحنا خدناها فهما لما بيجوا يقروا الفنجان بقى يقول لك ايه بس يعني وما بقى عشان يقروا صح وكلام من ده لازم الفنجان القهوة يبقى قهوة سادة ميبقاش فيها سكر خالص طبعا انا لو قاعدة بشرب قهوة بسكر وبزيادة وكلام من ده واحدة صحبتي قارتلي الفنجان خلاص بتقرهولي عادي بس هما شوفوا بقى وما حطلوا ايه شوية تقوس وقواعد كده علشان يبقى الكراءة صح وبطيع فحتى هما كمان لما بيجوا يعملوها بيعملوها غلط يعني يشوفوا حرام وغلط ف يقول لك لازم يبقى سادة طبعا لازم يبقى البن التركي ده اللي هو القهوة البني اللي هي التركي مش الكوفي امريكان ولا الايطالية ولا القهوة الخضرة لازم يبقى البن التركي ده ما يجوا يقروها بقى يقول لك مش عارف لازم من اليمين للشمال لازم لو حطوها بقى وقلبوها كده شوية يشوفوا لو فرعوا الفنجان وشوفوا الفنجان لسه لسه من جوه مبلول يبقى الشخص ده حياته مش عارف ايه ولو ناشف يبقى حياته ايه ولو فاتح يبقى بيدل على ايه ولو غامق يبقى بيدل على ايه شوفوا هما بيقولوا لكم المعلومات من خلال ايه يعني شوفوا هما بيقول لك ايه ده انت حياتك مثلا ايه حزينة هو عارف منين هو لقى الفنجان مبلول مثلا فهو يقول لك ايه لا خلاص يبقى كده ده الشخص ده شوفوا يعني اللعب كمان في الموضوع هو ما شافش حياتك وما شافش اللي بيحصل ما فيش شريد فيديو بيتعرض قدامه ما فيش طاقة بتتفتح قدامه وكده يشوف ايه اللي هيحصل في المستقبل لا يعلم الغيب الا الله طبعا فهما لما بيجوا بقى يهزروا بقى يعدوا يعملوا الحاجات دي اصل الفنجان عامل خطوط كده طلعة نزلة مش عارف الخطوط دي معناها ايه واصل مثلا فيه خط طويل كده يقول لك بس ده تعبان ده ده كده يبقى انت كده في خطر وان انت فيه عدو حواليك وكده مش عارف ايه فهي كلها تخيلات بصرية بيلحظوها في الفنجان يعني هما مجرد ان هما بيبصوا في الفنجان كده ويعودوا يتخيلوا بيعنيهم كده مثلا لا ده خط لا ده نازل لا ده طالع لا ده فيه يعني هو تخيلات بصرية بيتخيلوا ببصرهم كده وطبعا بالثقة اللي هما بيتكلموا بيها بقى بيدوا للي قدامهم انطباع جامد جدا ان هما صدقين وان هما لا ده انا شايف حياتك كلها قدامي في الفنجان فبالثقة اللي بيتكلموا بيها دي بيوصلوها للي قدامهم ان هما كده صح وان قرأتهم للفنجان كده صح ومش عارف ايه طبعا ده يعني شفتوا بقى هما بيقروز ازاي انا عايزة بس اوصل لكم فكرة ان يعني انتو لما تقولوا لحد قراري الفنجان انت بدي يجي في دماغك كده ان هو هيشوف او هيحصل له حاجة مثلا كده يتفتح قدامه حاجة بيشوفها لا 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 هو بيعتمد على ايه بيعتمد على التخيلات البصرية اللي بيشوفها في الفنجان الحاجات اللي بيشوفها طالعا نازلة النقط اللي مش عارف ايه اللون الفاتح الغامق الحاجات دي كلها فيعني ده حاجة كلها ما نصدقهاش لانها طبعا حرام ولا يعلم الغيب الا الله والمستقبل طبعا ربنا هو اللي علم بيه وبعدين ربنا لو كان عايز يعرفنا ايه لا يحصل لنا في المستقبل ما كان عرفهنا ده لصالحنا احنا يعني لو لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع فربنا بيعيشك يوم بيوم ارضى بيه ما تدورش انت في المستقبل ما تجيش قاعدة صحاب حلوة كده واحدة تقول لنا ايه لا انا بعرف اقرى الفنجان طب خدي قليلي ونهزر في الموضوع الموضوع ما فيهوش هزار يا جماعة الموضوع فعلا حرام حتى لو بهزار حتى لو بترياءة حتى لو بنا باختبرها حتى لو انا ما بصدقش في الموضوع الموضوع فعلا حرام حرام وشرك ويعني بنحمل نفسنا زنب وبنحمل نفسنا زنوب اكتر ما يعني الواحد ماشي بزنوب تانية فربنا يعافينا يا رب ويعفي عننا وما نصدقش اي حاجة كده تيجي في سكتنا وخلي عندنا امان قوي ان في حاجات دجل وشعوزة وخرفات وكلام من دوت فنبقى فاهمين لما انت تبقى فاهم ما تقعش في حاجة زي كده لكن لما طبعا تبقى داخل الموضوع عن جهل بتقع في حاجة زي كده فنشرب القهوة قهوتنا حلوة وجميلة وبالزبط المود وانا من عشاء القهوة وبمود فيها نشربها حلوة كده ولزيزة تتخللنا اليوم بتاعنا حلو ولزيز ومفيدة كمان صحيا بس ما نزودش يعني في المعقول ونبعد خالص عن قراءة الفنينجان والخرافات دي ويا رب تكون النهار ده الحلقة عجبتكم واستنوني في حلقة داية كتير السلام عليكم